لو انت مرتبطة بحده وقالك تعالي نعمل الفكرة هشتمو برضو عربي طب لا لا بقول لك انا لسا موحماك بالفكرة المحفنة يالله يالله انضمك او جوزي في هاشتاج طوالة عالسوشيال ميديا اسمه لو بتحبها البس زيها بمعنى ان كل اتنين مرتبطين يلبسوا ساعة بيلبسوا لبس باعث لبس باعث يعني هي تلبس لبس وهو يلبس لبسها ويتصورو به وينزلو الصور عالسوشيال ميديا تمام وليلي ايه رأيك في الهاشتاج با حاجة جميلة جدا نعيد يالله يعني احنا مانا ملنمى مرتبطين احنا سناجل احنا مانا مانا مرتوط احنا عنا بسانة كبسة ناجل مثلا خطيبي او حبيبي او جوزي يلبس فستان ومال ايه اللبس اللي انت قابله لا عادة ممكن كنت شيرت و بانطلون كوتشات تمام لكن مش فستان وجيبة ايه دائية كريم مابدائيا لان يعني الراجل راجل والبنت او الست ست يعني انا ما ينفعش يعني لبس رجالة ولا هم ينفعوا يلبسوا لبس ستات دي اسمها عفانة افرده هو عنده يعني حاسية او حاجة يلبس لبسها؟ يعني انت ضد الفكرة بس من مبدأ النظافة اوه لو عندي حد بكونوا معا كده يعني عادي حاسها بحيلو طب لو لبس ده فستان او جيبة او بلوزة يبقى يبقى رؤية ماشي بولت عادي شغيل اوه اوه لو حط ميكا بقى كمانة تبقى عحلي انت انت قلت تتحكي امسر يعني بس تحاسة انها فيها هبة شوية كده بجد يعني ليه لازم ألبس مثلا اذا انا بحب واحدة لازم ألبس زيها ولو على سبيل ان صورة مرة وخلاص كده برضو ضدها؟ لا لو صورة مرة ماشي ما نظنش ان هو يعني يلبسه زي بعده بس بلا شبسه بعد دي صعبة شوية نلبس زي بعد نجي من كل حاجة نفس اللون مرتين طب لو اخوك او واحد قريبك شارك في الهاشتاج ده ولاقيتي صورته كده عالسوشيال ميديا يبقى موقف؟ لا يتعليق لا بقى انا مأغز اولا هتريق عليه الاول وقوله مستحسونة بقى انا هعمل السورة شير وهعمل تجلس عام كلهم ويعني بالزد يعني ننبسد بقى هتسفي عليه يعني بس نظرتك انت ليه هتبقى عادي ولا هتبقى لا لا عادي العادي هوا بقى اجمع صحابيه طب لو هو قريبك هاشتامه طب قوليه لو قريبك لو قريبك هحافر عليه او ممكن اروح اوفتن عليه وقول لهم وابوه عادي بس اروح اقول لهم يا غبيه يعني بوساطة يعني بس عادي يعني من نسبالي هتريه عليه يعني لا بش هتريه عليه والله خديتي حد تعرفيه مثلا قريبك او حد من الناس التعرفاه مشارج فناشفك مشارب ثاني لا طب تسفي عليه قبل ما بضعناك اكيد يعني اكيد هتري علي اكيد بامدائين هنام بتبقى اول حاجة هتبقى بلوق سنين يعني لا هيبقى شيء مش ميزى يعني لسه اتموحن معك بالفكرة مهفنة يلا هتندمك دمك في العيلة كلها بقى حصياته أهد سياحيله حصياته في العيلة كلها أكيد هقول له ده أمراض كده ده بيجيب أمراض يقول له مشكلتك مع القرف مش أكثر